طيب مهانس وليد صار سيدة على الفان بيتش بتاعتنا بتقولك عايزة اعرف ازاي يحمي بقى الاكاونت بتاعي وما يتسرقش وما يتقفلش يعني فيه ناس بتقفله لك كمان القفل ده ليه عوامل كتيرة جدا والسرقة ليه عوامل مختلفة القفل ده ممكن يكون نتيجة سلوخ خاطئ من حضرتك يعني حضرتك على سبيل المثال وده بنشوفه كتير جدا اتنين انفصلوا ده يطلع يحط اخبار لده وده اتنين متجاوزين عاديين مش شرط يكونوا حد معروف يعني فقال ليهم صور مع بعض فهو متخاني مع امراته فيحط الصور بتاعتها وهي تحط الصور بتديره حاجات مش كويسة فده يعمل بلاغات على المنصة لده وده يعمل فالبلاغات الكتيرة ومخالفة سياسة الشروط بتاعت المنصة بتؤدي في الاخر ان الاكاونت الحريك بيتقفل من المنصة ومش بيتقفل وبس في بعض المنصات زي الفيسبوك والانستجرام ما بيسمحلكش ان يكون لديك اكاونت تاني كل ما تعمل لي اكاونت تاني وتحط عليه اسمك او صورتك يقفلوا لك في ساعتها لان هو بيقول ان حريك لا تستحق ان انت تستخدمي الخدمة دي لان انت غير اهل ليها وزاي ما يتسرقش ما يتسرقش بقى نمرة واحدة ان انا لازم اكون مأمن الحساب بتاعي بان انا بستخدم عليه رقم تليفون بستخدمه ربطه بايميل بستخدمه والايميل يكون نفسه مؤمن طيب ان انا بستخدم في كل الحاجات اللي عندي المصادقة الصينية او الخطوة التانية من التحقق ان انا متعملش مع ايميلات جيالي مش معلوم مصدرها نفتحهاش ولا لكات جيالي بالضبط او حاجات يبدو في شكلها واسهل طرق سرقات الايميلات ان هو يتدعي انه شركة وهمية لعمل دعاية عندك على صفحتك او على الاكاونت بتاعك فيبعتلك ايميل يطلب ان هو يبقى صاحب الصفحة فانت بما انه اتفق معاك فانت فاكرة انه يتفعلك فلوس فبتدوسي على اللينك نقلت الملكية عنده خد الميل من الميل يقدر ياخد الاكاونت بتاع السوشيال ميديا يقدر ياخد الصفحة يقدر كمان انه هو لو خد الاكاونت وكان جيميل الايميل هو كده ليه سلطة على التليفون كمان لان الايميل بتاع الجيميل هو ادمن او مدير للتليفون فيقدر لو هو ليه سلطة على التليفون يفتح الكاميرا وقته ما هو عايز لا يحدف لك كمان برامج زي ما هو عايز ويحدف لي برامج تجنس لانه مش كده وبس هشوف نمر تليفوناتك طبعا هشوف سلوكك على اليوتيوب هو عايش معانا بقى في البيت هو بالضبط هو عايش معانا لان حضرتك في بعض الحاجات اللي موجودة على الجيميل اللي هو الهيستوري أو السجل اللي بتاع مشاهداتك وكلمات البحث والاماكن اللي زورتيها وارقام ووجهات الاتصالات وكل اللي بتعمليه على التليفون ده متسجل على الجيميل